من جديد اهلا بكم فيما تتواصل عملية اجلاء المدنيين والمسلحين من الاحياء الشرقية في مدينة حلب السورية قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا سيفن ديمسورا ان انطلاق المفاوضات السورية في جنيف سيكون في الثامن من فبراير المقبل خرجت من الاحياء الشرقية لمدينة حلب حافلات تقل عددا من المدنيين والمسلحين ضمن الدفعات الاخيرة التي من المفترض ان تنتهي خلال ايام وخرج المدنيون والمسلحون في القوافل بمرافقة من الهلال الاحمر السوري من معبر الرموسة المخصص وذلك طبقا للاتفاق الموقع مع الجيش السوري يأتي هذا فيما استقبل مركز جبرين حافلات تقل لمدنيين قادمين من قريتي الفوع وكفرايا المحاصرتين من قبل المسلحين بريف ادلب وذلك بعد اتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة من جهة اخرى اعلن الجيش التركي مقتل 14 جنديا تركيا واصابة اخرين بجروح في هجمات شنها تنظيم داعش خلال الساعات الماضية اثر مواجهات عنيفة من اجل السيطرة على مدينة الباب القريبة من الحدود التركية الى ذلك اكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان عملية القوات الجوية الروسية ضد الارهاب في سوريا ساهمت في تحقيق اهداف جيوسياسية عدة وتكبيد التنظيمات الارهابية خسائر كبيرة تصريحات شويغو جاءت خلال اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية بحضور الرئيس الروسي فليديمير بوتين حيث اكد ان التدخل الروسي في سوريا حالة دون تفكيك الدولة السورية سياسيا قال مبعوث الامم المتحدة الى سوريا ديمستورا ان انطلاق المفاوضات السورية في جينيف سيكون في الثامن من فبراير المقبل مطالبا بضرورة وجود موقف دولي موحد من اجل الوصول الى حل سلمي للازمة السورية واشار ديمستورا الى ان الاولوية حاليا لاكتمال اجلاء المدنيين من حلب وايصال المساعدات الانسانية ووقف الاعمال العدائية اشتركوا في القناة